تفكر تدبر تأمل مليا بصنع الإله القدير المليك فهذه السماوات ذات البروج صحار تناهات وبحر يموج وبر وروض كسته المروج وماء رقيق وصخرا سميك وكل الذي في الوجود تراه دليل على أنه الواحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مشاهدون مشاهدي الكرام الملائكة عالم عظيم وخلق كريم من خلق الله سبحانه وتعالى مجمولون على الطاعة منزهون عن المعصية ضائمون بعبادة ربهم أكمل قيام قال تعالى منوها بفضلهم ومكانتهم عند الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هذا العالم هو عالم عباد من عباد الله سبحانه وتعالى خلقهم لعبادة وقاموا بهذه العبادة كما زكاهم ربهم سبحانه وتعالى ووصفهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وكذلك قال وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقول منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين فهذا هو عالم الملائكة قال ابن كثير يقول تعالى ردا على من زعم أن له تعالى وتقدس ولدا من الملائكة كمن قال ذلك من العرب إن الملائكة بنات الله فقال سبحانه بل عباد مكرمون أي الملائكة عباد مكرمون عنده في منازل عالية ومقامات سامية وهم له في غاية الطاعة قولا وفعلا فما دام الأمر كذلك وهم مع ذلك يخشونه سبحانه وتعالى وهم من خشيته مشفقون ما دام الأمر كذلك فإنهم لا يمكن أن يكونوا أبناء لله أو أن يكونوا آلهة مع الله يعبدون بل إن الله سبحانه وتعالى لإظهار كمال عبوديتهم له سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود لآدم قال وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين قال ابن كثير وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة بالسجود له ونظرا لضعف البشر وشدة افتتانهم بكل ما هو أكثر كمالا منهم فقد عبد فئام منهم عبد الملائكة عبد الملائكة وعندما عبد الملائكة كان هناك نهي من الله تبارك وتعالى عن هذا المسلك وهذا التصرف قال سبحانه وتعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون هنا يأتي ولا يأمركم أن تتخذ الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون إذن من اتخذ الملائكة أو النبيين أربابا من دون الله فقد كفر بالله سبحانه وتعالى وبرغم ذلك فقد عبد أو عبد أقوام من البشر عبد الملائكة من دون الله فأنزل الله عز وجل قرآنا نتلوه آناء الليل وأطراف النهار يحكي تبر الملائكة ممن عبدها قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للبلائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون قال الإمام السعدي رحمه الله في تفسيره ويوم يحشرهم أي العابدين لغير الله والمعبودين من دونه ثم يقول الله للملائكة على وجه التوبيخ لمن عبدهم هؤلاء إياكم كانوا يعبدون فتبرأوا من عبادتهم يعني تبرأ الملائكة من عبادة هؤلاء الذين يزعمون أنهم كانوا يعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى وقالوا سبحانك أي تنزيها لك وتقديسا أن يكون لك شريك أو ند أنت ولينا من دونهم فنحن مفتقرون إلى ولايتك مضطرون إليها فكيف ندعو غيرنا إلى عبادتنا أم كيف نصلح لأن نتخذ من دونك أولياء وشركاء لكن هؤلاء المشركون كانوا يعبدون الجن أي أن الشياطين يأمرونهم بعبادتنا أو عبادة غيرنا فيطيعونهم وطاعتهم هي عبادة لهم لأن العبادة هي الطاعة إذن الملائكة تبرأ ممن عبدها أو ممن زعم أنه يعبدها وتحيل الأمر إلى الشيطان أو الشياطين حيث أنهم يزينون لهؤلاء المشركين عبادة الملائكة بزعمهم والملائكة عن ذلك غافلون ليسوا آميرين بذلك ولا راضين به وإنما هم في عبادة ربهم مسخرون سبحانه وتعالى ولا يعرفون ولا يرضون بعبادة هؤلاء إذن فهؤلاء في الحقيقة يعبدون الجن حيث امتثلوا أمرهم وانخدعوا بتوجيههم وإغرائهم فصاروا في الحقيقة عابدين للجن من دون الله وليسوا عابدين في الحقيقة لا للملائكة ولا لأحد ممن نزهه الله سبحانه وتعالى عن دعوة إلى الشرك دليل على أنه الواحد ترجمة نانسي قنقر دعوة ترجمة نانسي قنقر